اشتركوا في القناة في هذا الدرس سنتعلم تصنيف المضلعات حسب عدد اضلاعها فتظهر هنا امثلة لمضلعات مختلفة خماسي، سداسي، سباعي، ثماني ونلاحظ في المضلع الظاهر هنا ان جميع اضلاعه متطابقة وكذلك زواياه فيسمى مضلعا منتظما ويمكن حساب مجموع قياس زوايا المضلع المنتظم بطرح اثنين من عدد اضلاعه ثم ضربه في مائة وثمانين درجة كما يظهر هنا عدد اضلاع السداسي هي ستة فنطرح منها اثنين ثم نضربها في مائة وثمانين فينتج سبعمائة وعشرون درجة ولإيجاد قياس الزاوية الواحدة نقسم على ستة فيكون قياس الزاوية الواحدة يساوي مائة وعشرين درجة وتسمى عملية تكرار المضلعات بنمط معين بحيث تغطي منطقة ما دون تداخل او فراغات تبليطا ويمكن استعمال المضلع المنتظم في التبليط اذا كان العدد ثلاثمائة وستون درجة يقبل القسمة على قياس زاويته دون باق فهذا مثال على تبليط باستعمال المربعات اذ ان مجموعة قياسات زوايا الرؤوس الملتقية في التبليط هو ثلاثمائة وستون درجة مثال من واقع الحياة تزين ارضيات القصور بالتبليط باستخدام مضلعات متعددة كما يظهر هنا يعلمنا هذا الدرس تصنيف المضلعات وتحديد ايها يمكن ان تشكل نموذج تبليط ترجمة نانسي قنقر